حتى يتبين لهم أنه الحق إنه الأخطبط كائن حير العلماء حتى الآن لأنه يناقض تماماً نظرية التطور التي يروج لها الملحدون لذلك عندما أحرجهم هذا الكائن قالوا إن هذا الكائن نزل من الفضاء قالوا عنه إنه كائن فضائي دعوني أيها الأحبة أتأمل ما يقوله علماء التطور أنفسهم ما يقولونه عن هذا المخلوق العجيب وما كشفه العلماء حديثاً بشكل يدل على أن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكائن وغيره ولم يأتي نتيجة التطور المزعوم دعونا نتأمل الفيديو يقول الباحثون إن الأخطبط يمكن أن يغير لونه وشكله ويجدد الأجزاء المفقودة منه بسهولة سبحان الله يستخدم الأخطبط العملاق نظام الدفع النفاث للحركة السريعة ويمتلك نظام عصبي معقد جداً ويقول باحثون في جامعة شيكاغو في دراسة نشرت عام 2013 الأخطبط له دماغ كبير جداً ولكن على عكس البشر أو الفقاريات الأخرى فإن دماغ الأخطبط ينتشر عبر جسده وهذه ميزة غريبة جداً لهذا الكائن كذلك للأخطبط ثلاثة قلوب يعمل أحدها على ضخ الدم عبر أعضاء جسمه ويقوم القلبين الآخرين بضخ الدم من خلال الخياشيم وعندما يسبح يتوقف القلب الذي يضخ الدم مما يجعله يتعب لذلك يفضل الزحف بدلاً من السباحة كما أن لون دم الأخطبط أزرق بسبب احتوائه على بروتين من النحاس ويتميز جينوم الأخطبط بكبر حجمه على نحو يقارب جينوم الإنسان حسب ما كشفته مجلة الطبيعة الأمريكية مؤخراً وهو أكبر جينوم طبعاً تقريباً بين الكائنات أو الفقاريات الأخرى تم رصدها طبعاً جينوم أو الخريطة الجينية للأخطبط غريبة جداً أيها الأحبة ويحوي الأخطبط العادي خمسمائة مليون خلية عصبية في جسمه وكل ذراع من أذروعه الثمانية يمكنه من خلالها التذوق واللمس والحركة من دون الاعتماد على الدماغ يعني كل رجل من أرجله تعتبر كائم بحد ذاته مستقل الأخطبط يرى بأرجله أيضاً والأخطبط يحلم مثل البشر فقد رصد العلماء حركة العين السريعة التي تشبه البشر أثناء النوم خلال نوم العنكبوت وهذا البحث نشر في مجلة العلوم الأمريكية طبعاً أغرب ما كشفه العلماء أن هذا الكائن يحوي 33 ألف جين في شفرته الوراثية ما يقرب من 3500 جين من هذه الجينات لا توجد عند أي من أنواع الحيوانات الأخرى فالكثير منها جينات تختص بنوع الأخطبط دون غيره وتتعلق بنشاط المخ ووظائف الممصات وشبكية العين والقدر على التمويه والتخفي ويختلف ترتيب الجينات على هذا الجينوم أو على هذه الشفرة الوراثية أو شريط الـ DNA يختلف عن اللافقاريات الأخرى ويتميز طبعاً بأن هذه الجينات غريبة جداً من نوعها مع العالم أن الأخطبط يعني يمزق جسم الفريسة بالاستعانة بزوائد صلبة ويمكنه استخدام السم في استياد فرائسه من خلال يعني أوامر يتلقها من هذه الجينات المعقدة يعتبر التزاوج أيها الأحبة كما نرى من المغامرات الكبرى عملية عنيفة جداً هي حرب يعني التزاوج عند الأخطبط هو مثل حرب حيث إن الذكر يكون حجمه أقل من الإناث عادة وفي كثير من الأحيان تنظر الأنثى لهذا الأخطبط الذكر كوجبة غذائية محتملة وتعد عملية التزاوج مرهقة جداً للذكور إذ لا يكفي إنتاج الحيوانات المنوية بل ليستخدم الأخطبط أحد أذروعه لوضعها في المكان المخصص لاستقبالها لدى الأنثى ومن غرائب عملية التزاوج عند الأخطبط أن الذكر يفر سريعاً بعد هذه العملية إن استطاع طبعاً إذ أن هناك خطورة بأن يتم التهامه بعد انتهاء عملية التزاوج مباشرةً طبعاً يوضح الباحث دانيال وسترفيند من معهد تونن للأحياء المائية في بحر البرطيق بمدينة ألمانية روستوك يقول لا يوجد تقليد موحد فعملية التزاوج تتم بسرعة شديدة وعنف ويحاول الذكر الحفاظ على أكبر مسافة ممكنة إلا أن الأنثى تمسك به ويمكن أن يكون وجبة شهية لها سبحان الله طبعاً هنا أيها الأحبة أتذكر معكم آية عظيمة يقول فيها تبارك وتعالى يخاطب كل من يعتقد أن هذه المخلوقات جاءت نتيجة التطور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يعني أيها الأحبة نحن يقول علماء التطور أو الملحدون العلماء لا يدعون ذلك الملحدون يقولون إن التطور أصبح حقيقة علمية ولا يوجد عالم من علماء التطور يستطيع أن يقول ذلك هي نظرية فقط نحن نذكر علماء التطور والملحدين الذين يروجون لهذه النظرية نذكرهم بقول داروين في كتابه أصل الأنواع يقول إذا وجدتم عضوا واحدا لكائن حي لم يأتي نتيجة التطور والاستفاء الطبيعي فاعتبروا أن نظرية هذه باطلة نحن الآن وجدنا كائنا كاملا هو الأخطبوط يناقض بنسبة 100% كل ما قيل في نظرية التطور من خلال خريطته الجينية من خلال ذكائه من خلال سلوكه كل شيء في هذا الكائن يناقض نظرية التطور لأنهم لا يستطيعوا أن يقولوا إن هذا الأخطبوط تطور من كائن آخر أين هذا الكائن الذي تطور منه الأخطبوط لا يوجد حتى إن تركيب عين الأخطبوط شبهة بعين الإنسان والإنسان كائن حديث يعتبر قياسا للأخطبوط الذي وجد قبل أكثر من 200 مليون سنة لذلك نقول أيها الأحبة إن الأخطبوط هو دليل ماد ملموس على خطأ نظرية التطور وأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون وخلق الكائنات وقال في ذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق